تصعيد أمريكي غير مسبوق على خلفية استمرار إيراني في تصدير الأسلحة النوعية لميليشيا الحوث الإنقلابية في اليمن في التاسع من شهر فبراير الجاري أعلنت البحرية الأمريكية أن السفينة يو اس اس نورماندي سي جي ستين أوقفت مركبا شراعيا واكتشفت فيه مخبأ كبيرا للأسلحة وذلك أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عملياتها في بحر العرب لتضاف إلى عملية اعتراض سابقة جرت في نوفمبر من العام الماضي في المنطقة نفسها لم تتوقف الولايات المتحدة عن الحديث عن هذه العملية التي يبدو أنها اكتسبت أهمية استثنائية كونها وفرت أدلة قوية على ضلوع إيران المباشر في تصدير الصواريخ المجنحة وصواريخ أرض جو ومكونات الطائرات المسيرة والأسلحة المضادة للدروع في مؤتمر صحفي في مقر البنتاجون بواشنطن الأربعاء كاشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تفاصيل شحنتين الأسلحة الإيرانية الصنعة التي استولت عليهم البحرية الأمريكية في بحر العرب في عمليتين منفصلتين نفذهما فريقان من البحرية وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن المتحدث باسم القيادة الوصى الأمريكية كابتن ويليام أوربان أوضح في إيجاز أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقف على الأرجح وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي لافتا إلى أن بين هذه الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز 351 متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصاف أرامكو في المملكة العربية السعودية في سبتمبر من العام المنصرم كما لفت إلى أن البحرية ضبطت النوع ذاته من القوارب الشراعية المستخدمة في التهريب والتي قال إنها تتطابق مع نمط تاريخي ثابت من هذه السفن المستخدمة لنقل الأسلحة إلى الحوثيين ليصل إلى استنتاج مفاده بأن إيران مسؤولة عن تخطيط هذه الشحنات وتنظيمها وصنعها وعرض أوربان صورا للأسلحة التي تم ضبطها والتي شملت الأخيرة منها 150 صاروخا من نوع دهلاويه المضاد للدبابات وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنيت الروسي وثلاثة صواريخ أرض جو مصممة ومصنعة بشكل منفرد من قبل إيران من طراز 358 وكذلك إجزاء أسلحة أخرى لأنظمة بحرية مسيرة وبحسب الناطق باسم البنتاجون فإن بين المعدات المحتجزة أوجه تشابه محددة مع الشحن المحتجز مؤخرا من الأسلحة التي أفادت لجنة الأمم المتحدة بأنها إيرانية الصنع ومنها صواريخ أرض جو بالإضافة إلى نواضير وأنواع أخرى من الأسلحة